العاصمة الأردنية عمان لقاء لإعلان القوائم النهائية ومناقشة نقل الأسرى عبر مطاري صنعاء وسيئون وسط ترحيب وتفاؤل أممي بحضور ممثلين من مكتب المبعوث الخاص والصليم الأحمر سيلتقون يوم الخميس وسينظرون بعناية إلى قائمة أسماء المساجين الذين سيتم تبادلهم إذن على أكد الطرفين أن يؤكد أسماء المساجين ومكان سجنهم وإذا كانوا على قيد الحياة وفي وضع جيد ويمكن الإفراج عنهم عند تأكيد هذه القوائم يمكننا الانتقال لعملية الإفراج عنهم وإعادتهم لذويهم تقدم وتفاؤل لحسم مصير نحو 15 ألف من الأسرى والتئام شمل آلاف الأسر تحفه مخاوف نقوص وعرقلة ميليشيا الحوث المتكررة وابتزازها بالملف الإنسان لتحقيق مكاسب سياسية دون أي إجراءات دولية رادعة تمارس عليها الطرف الحكومي لا يخفي مخاوفه ويبدو متشائما من العودة لمناقشة الملف من جديد بعد أن عرقلته الميليشيا حيث قال وزير الخارجية خالد اليماني أن الحوثيين يحاولون المساومة في ملف الأسرى ويبتزون المجتمع الدولي في أشكال متعددة مؤكدا أن ملف الأسرى ليس للمزايدة بين التنص للميليشيا ومراوغتها ويأسي وتشاؤم الحكومة يحاول المبعوث الأمم مارتين جريفث بشتى الطرق إحراز تقدم في مرحلة بناء الثقة بين الطرفين فبعد تجزئة القضية المحورية إلى ملفات وقضايا منفصلة يعمد جريفث إلى استحداث محطات في بلدان العالم لمناقشة كل ملف على حدة في عملية سياسية هشة بحسب الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر